محاولات حثثة من المبعوث الأممي لليمن مارتين غريفت لإقناع جماعة انصار لا الحوثيين بالانسحاب من مدينة الحديدة الساحلية وتسليم مينائها للأمم المتحدة محاولات تزامنت مع تأكيد الإمارات الشركة الرئيس في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أن الهجوم على الحديدة مستمر لحين الانسحاب غير المشروط للحوثيين منها المندوب الأممي لم يأتي لينفذ مشروع لإحلال سلام كما يطرح عبر الإعلام المندوب الأممي قاء باعتقاد يضع حيال حلزونية فقط ليكرر نفس اللعبة الذي قام بها المندوب الأممي السابق في سلطنة عمان حين تم تسليم عدن ولا حق بموقف ذلك الاتفاق وكرت حكومة الرئيس اليمني عبد الرب منصر هادي قد رحبت بجهود المبعوث الأممي في إحلال السلام في اليمن مؤكدة دعمها لتلك الجهود بما يحقق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخالجية والقرارات الدولية ذات الصلاة حسب بيان الحكومة قرار ملزم بإجراءات تضمن سلامة الميناء وعدم تعطيله وتحييده وأيضا تحييد المدينة خاص خصوصا أن جميع الأطراف تؤكد على ضمان استمرارية عمل الميناء الحديدة وعدم تعطيله الموضوع الآن بس بيد الأمم المتحدة المعارك العسكرية بين قوات الرئيس هادي المدعومة من التحالف العسكري في اليمن من جهة وأنصار الله الحوثيين من جهة أخرى تتواصل في أكثر من جبهة خاصة في تخوم مدينة الحديدة وبجوار المطار جنوب المدينة تحديدا يأتي ذلك وسط تأكيدات من الطرفين بالسيطرة على مطار المدينة فيما تشير التقارير إلى وقوع خسائر في الأرواح والمعدات من الجانبين الغموض الذي يكتنف مشاورات المبعوث الأممي مع سلطات صنعاء واستمرار المواجهات العسكرية في أكثر من جبهة بما فيها جبهة الساحل الغربي عده مراقبون مؤشر غير سار في طريق مفاوضات السلام في اليمن عبد الكريم الشيباني الحرة صنعاء